والبلطجية لهم أحياناً شرف والبلطجية أحياناً لهم كرامة والبلطجية أحياناً لهم قواعد أما أما هذه الأجهزة الأجهزة التابعة للعصابات همها الوحيد هو عبادة الحاكم همها الوحيد هو عبادة الحاكم في الداخل والحاكم في الخارج لأن هذه الأنظمة في واقع الأمر هي أنظمة مفروضة على شعوبها ليس فقط بهذه العصابات الداخلية ولكن بقرار غربي خارجي هذا مش موضوعنا لكن هو مترابط الترابط هو أن هذه العصابات الآن يقول لك ماذا تريد من الجزائر أنت لا تعرف أن هؤلاء هم الذين حطموا الجزائر والغوا انتخابات جرت باعتراف العالم وباعترافهم هم طب ألم يحاربوا الإرهابيين في الجزائر أجهزة الأمن هل تستطيع أن تنكر أن لولا خدمات أجهزة الأمن لولا أفعالهم العظيمة لراحت الجزائر ب60 ألف داهية لماذا تريد أن تحاكم الجزائر الأمن؟ صنعوهم ها هو أحد الكبار الجنرالات كمان عبد الرحمن ممن صنع الجماعات الإسلامية المسلحة نعم كانت هناك مجموعات اعتقدت أنها تكافح أو تدافع عن حقها لكنها اخطأت في ذلك نعتقد أنها اخطأت في ذلك لكن ها هم الذين صنعوا هذا القول ليس من عندي من عند عقداء سابقين في المخابرات هذا الرجل كان جنرال هذا الرجل صنع كان مخابرات صنع الجماعات الإسلامية المسلحة صناعة 90% منها صنعها صناعة وهذا الرجل الذي لا يعرفه أغلبية العالم قائد المخابرات الجزائرية من سنة التسعين لم يتغير كل ما هناك زاد رتبا من عقيد إلى فريق بعد أن هدم الجزائر محمد مدين المدعو التوفيق أزاح خمس رؤساء وخمستاش رئيس حكومة ولا أدري كم من وزير ولم يغير شيء هؤلاء هؤلاء هي الأجهزة الأمنية وهذا وغيره والقائمة طويلة هذا الذي يقوم الآن بالتجارة في دول خليجية ويزور دول خليجية ويتسكع في دول خليجية ذبح عشرات الألف من الجزائريين واسمه محمد العماري كان مجرد ضابط وكان يوما ما داخل الجيش الفرنسي يقاتل ثورة الجزائرية ثم أصبح قائد للجيش وأعلى رتبة سنة 94 وغيره بس هذا يعتبر هذا افتراء يا سيدي هذا افتراء يا سيدي ولا يمكن أن تفتري على الناس بهذه الطريقة كيف يكون افتراء يعني تريد أن تقول دعني أكمل من فضلك كيف يكون افتراء عندما يعرفهم الناس ويعلمون أن هؤلاء هم الذين حطموا جزائر الشهداء جزائر الثورة وحولوها الآن هذا في الجزائر وضع خاص عصابات لا ينطبق خاص ينطبق الأمر على العالم العربي ينطبق عليهم جميعا وإن اختلفت النسب وإن اختلفت النسب والمستويات حقيقة لكن ينطبق عليهم جميعا كيف ينطبق عليهم لأنه نفس العقلية نفس التفكير التعذيب سياسة استراتيجية حكم التعذيب في البلداننا مع أن أول مادة من قانون تعذيب أو تندد بذلك لكن أصبح التعذيب في بلداننا استراتيجية حكم وسياسة حاكم والمستبد يفرح وهؤلاء يقدمون له الأوضاع مثل ما يقول أخونا على أن الأمور ناصعة وبيضاء وإلى آخره أوطاننا تغرق وإن لم تفق هذه الشعوب ستجد أنفسها ليس كالصورة خلينا بموضوع المحاكمة الأجهزة الأمنية والأرجنتين كي لا نخرج على الموضوع كثيرا ليس فقط الأرجنتين في الشيلي هذا بينوشي مع أنه صنع المعجزة الاقتصادية الأرجنتينية ولكن لو ننقلب في 73 على أيلندي عاد الشعب الشيلي وظل وراءه وحاكمه وحاكم أجهزته وحاكم أجهزته ونزع عليه العفو وظل ومات وهو يذهب من قسم بوليس إلى قسم بوليس ومن قضاء إلى قضاء في التحقيق غيره وجنوب أفريقيا وما أدراك ما جنوب أفريقيا تحول الأمر من دولة عنصرية إلى دولة الأفارقة بعد أن أنشأوا فعلا حقيقة لجنة حقيقة وليس كالمغرب محمد العربي زيتوت في جنوب أفريقيا لم يحاكم أجهزة الأمن وضباط المخابرات فقط أتوا بهم ليعترفوا بجرائمهم فقط لم يحاكموا وضعوا لهم ثلاث شروط الشرط الأول أن تعترف بجرائمك الشرط الثاني أن تملي استمارة وتكتب عليها ذلك الشرط الثالث أن لا تكتم أي شيء والذين رفضوا مروا على التحقيق القذائي طيب هناك شروط للمصالحات المصالحات التي يقولون عنها وتحدثون عنها في بلداننا هي مخادعات هي كذب